السلام عليكم ورحمة الله ياختي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو تراب الماس تراب الماس فيلم مرتقب ومنتظر لأسباب كتيرة جدا أبسطها فريق البطولة أسر ياسين عزة العلالي من نشالة بيبا يومي فؤاد مجد الكدواني محمد ممضوح إياد نصار شيرين ريدا صبرين عدل كرم موال كبير جدا أحمد كمال بحبه جدا التأليف لأحمد مراد الإخراج لمروان حامد في تالت تعاون ليهم بعد الفيل الأزرق والأصليين والأهم من ده كله إن الفيلم مأخوذ عن رواية تراب الماس لأحمد مراد اللي كانت مكسارة الدنيا وباست سيلر وحاجات كتيرة قوي والسبب الأخير اللي هو الأهم ده هو أقل سبب بالنسبة لي أنا شخصيا لإني ما أردش تراب الماس والحقيقة كمان ما أردش أي رواية لأحمد مراد فده لي جانب سلبي إني مش عارف إيه اللي حصل وإيه اللي ضار في الرواية واللي أظن إن كتير من حضراتكم حيبقوا مهتمين بيه حتة المقارنات وكده ولكن على الجانب الإيجابي أنا رجل بس تقبل الفيلم فقط لغير ومليش أي دعوة بالمادة الأصلية فحتى في وسط التريلر لما تلاقوني بسأل أسئلة إجابتها بديهية بالنسبة لكم معلش أنا جاي من الجانب الآخر للعالم وكالعادة عموما ما شفتهاش ولا مرة هشوفها معكم دلوقتي لأول مرة فيلا بينا وكالعادة عموما ما شفتهاش تبتلفي في التحيل يا رابي أنا مش هزكبت القانون ما بيحميش غير اللي ليه دهره بس طبعا، هنتم في دي اي بي أوصول إحنا ليه ما بنتكوث؟ مبسط أنا سمعت إن انت بتلعب درام زهير دهره 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 حربت لك حرب ما هي أن أنا بتعالي اليوم الجاية سهودة الناس دي ما تنفعها شغير الدم أنا عاوزك تروح لدوكتور نفسي أنا أتنا بص على عفلة دي بتاع بابا أنا مش قاتل أحيانا لو قاتل ببراحة بس لي بينزف زي قربة المخرومة هلاقف جسمي أجسام ضريبة بتعملي أورام على طول النجاح تحب تطلب إيه؟ تروبل ميس أهلا بالموت على إيد واحد حقيقة زيك طيب إحنا إيه بقى عايزين نتفرج على التريلر هو إيه فيه إيه وإيه فيه هو مين مع مين ومين جاي فيه ومين عاوز إيه وإيه الموضوع دي تريلر ومال التيزر تبقى إيه؟ ده حتى كتيزر يعني إيه يا جماعة التصرع ده فيه إيه؟ مين اللي عمل التريلر دي مؤمنت زكريا؟ ما واحدة واحدة نفهم حاجة أهه فيمش أي حاجة فيمش أي حاجة شفت ممثلين وشفت إقاع عمال يجري 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 وفيه درامز وفيه دم وفيه قتل وفيه مجد الكدواني تقريبا وفيه فودافون ده اللي أكيد فيمش أي حاجة يعني ممكن تكون التريلر معتمد على أن كل الناس شاف قارة الرواية في عمال تدور على العلامات اللي هو فاكرها من اللي هو قراء أو الصور الزهنية اللي هو كوناه ده شيء كويس جدا للناس اللي قروا الرواية بس فيه بشر تانيين أنا أحب أن أعتبر نفسي شخصي يعني مش عالي هفصص في إيه يعني ما أنا عالي هقف على كل فريم وعمل هحاول بداية عنيفة وتقريبا فيه هجوم بيحصل على الشخصية بتاعت أسر ياسين أحمد كمال متحمس جدا لوجوده في الفيلم ده ومن الواضح أن دوره حاجة مهمة وطبعا كالعادة مش عايز أعود الكرار للموضوع ده كتير بس الأر الرواية يعرفه أكتر مني بس وجوده من الواضح أنه هو مترسخ شوية حتى ظهر في التريلر كتير على قد ما أنا لقضت يعني في حاجة تاريخية فلاش بكية لها دعوة باليهود أو بإسرائيل حصلت وأتصور أنها متعلقة بالأحداث الحاضرة اللي الفيلم بيحكيها عزة العليلي اختيار كاستنج مطير جدا للاهتمام بعد اختفاء طويل جدا حتى لما كانوا بيرجعوا للممثلين الكبار في الأدوار الثانوية زي محمود ياسين زي محمود عبد العزيز الله يرحمه والحاجات دي عزة العليلي ما كانش بيخطر على بالحد ماجد الكدواني تقريبا ما بين كل أبطال الفيلم ده أكتر واحد حاضر في ذهننا أكتر بيشتغل كتير وبيشتغل كل أنواع الأدوار زي ما قلت عنه قبل كده وبقى محبب جدا بالنسبة لنا كمشاهدين يعني بالنسبة لحد زي هو أهم من بطل الفيلم شخصيا الشخصية الرئيسية اللي بيقديها آسر ياسين وآسر ياسين بروفايل نجم غريب شوية هو حد لحد دلوقتي ما عملش حاجة تخلي حد يحبه قوي وما عملش حاجة تخلي حد يكرهه قوي بس وصل لمكانة أنه يبقى بطل واحد من أهم أفلام السنة وأتمنى أنه يقدم في الفيلم ما يبرر ذلك محمد ممدوح وكادر حلو قوي أتصور هنا برضو أن الصورة ريترو شوية دي أحداث قديمة سي جماعة من أول هنا بقى فيه هستريت مشاهد يعني أنا هنا ماشي بالراحة متصورين يعني ايه ماشي بالراحة مو مروان حامد الحمد لله نهدى شوية هجمة مسكة الرقبة دي كلاسيكية مكررة موجودة في أفلام كتير عادة تبقى موجودة في أفلام الرعب نطلوب منها أن يتصدرلك قلق يوه في حاجة إسرائيل يوه برضو اختيار مطير جدا للاهتمام الرجل ده كان بطل واحد من أهم أفلام السنة على المستوى العالمي القضايا تلاتة وعشرين الفيلم المرشح لأفضل فيلم أجنبي في الأوسكارز يعني موضوع مش بسيط الرجل جزءا من هذا العالم لقد أصبحنا ضعفاء فقدنا قدر على استيسال أورام تقودنا للموت إن لم يوجد من يتحرك فأنا بلا عاية سأنت هزع جزرون مستوى جعلها تحفظ عيني قبل أن أنامت العرب دركة الله على بركة الله امريكان سايكو صح؟ لو أول حاجة جات في بالكم لما شفتوا المنظر ده امريكان سايكو قولولي برافو حلو السطر ده برضو أهلا بالموت على إيد واحد حقيقر زيك حلوة أنا لو جاي قتله وسمعت اللاين ده ممكن غاية الرأي يعني الواحد قبل كده وصف تريلر بأنها حلوة أو وحشة مخيبة أو محمسة أول مرة أوصف تريلر بأنها سريعة سريعة جدا يعني مش ممكن أنا مالي بتكلم زيكو دموسة ليه؟ بالذات كمان إن الفيلم قرب ينزل مظنش إن فيه تريلر تانية خلاص وفيه تريلر نزلت قبل كده كمان يبتدي إمتى؟ الخميس 16 أغسطس ده قبل العيد صح؟ ومكتوب تحتيه عيد الأطحى بس أظن إن هو قبل العيد بأسبوع تقريباً صح؟ ولا أنا فاهم غلط ولا أنا فقدت الإحساس بالزمن ولا إيه؟ لو إلا أنا بقوله صح فهي حركة صيعة جداً وجمدة جداً قبل الزحمة يلحق يجيب ووردوف ماث والناس تعمله شوية دعاية شعبية لو هو بيوفي الوعود اللي الناس مستنياها تبقى حركة في الجون أظن إن الفيلم ده محتاج يخف التعائدات شوية ما يبقاش على نفس المستوى التعائد بتاع فيلم الأصلين فيلم الأصلين عجبني بس بصراحة ما حبش أتفرج على 2 أصلين وورا بعض والناس برضو اللي عارفة النص الأصلي ممكن تحكم على الموضوع ده أكتر مني شوية هل ينفع يقرب شوية من جمهور العيد ما بتكلمش على جمهور العيد بتاع الأفلام الخط والرزع والكلام ده بتكلم على الناس اللي زي أنا كده عايزين ينبسطوا لو ينفع يعني عموماً حلو جداً إن هو حينزل قبل زحمة العيد وهحاول أشوفه في أسرع فرصة وعمله مراجع على طول ونسب الترقبي ليه هقول تمانية ونص من العوامل الأخرى اللي حواليه بصرف النظر عن التريلر لأن التريلر بالنسبة لي أنا ملهاش أي تأثير على الترقب بس كده ده رأيي في التريلر ودي نسب الترقبي للفيلم اللي أهم منها هو رأيكم ونسب ترقبكم ياريت تساهموا بيها في الكومنز ياريت تعملوا شارعوا لايك الحلقة لو عجبتكم واشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة أول باول وطابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبي باي